السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونستفتح بالذي هو خير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وبعد فلقاؤنا اليوم عبارة عن عدة كلمات في عدة موضوعات لأنه لا يصلح أن نكون على مشارف الشاطئ الآخر من رمضان دون أن نخلص لكم النصحة في كل ما يجب أن يكون يوم أو يومان على الأكثر هو الزمن الباقي من رمضان فإما أن نودعه بعد مغرب أمس وإما أن نودعه بعد مغرب يوم الجمعة الأمر موقوف على الرؤية والوطن كأي وطن له مفتيه ونحن جميعا وراء المفتي على بركة الله أيما كان الأمر فلعل هذا اللقاء هو اللقاء الأخير مع حضراتكم في الموسم الثقافي الإسلامي من مسجد الشيخ محمد الشناوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعلى سائر أولياء المسلمين الصالحين الأبرار من الإخلاص في النصح ومن أداء الواجب تجاه المسؤولية أتحدث معكم ومع نفسي قبلكم بهذه الكلمات أولا لا يخلو أي منا من تجاوز بالتأكيد استزلني الشيطان فأخطأت واستزل كلا منكم الشيطان فأخطأ أنت تعلم وربك أعلم أنا لا أعلم ما أنت عليه ولا أي منكم يعلم ما أنا عليه قد أكون أمامكم أتزيى بزي العلماء وأحمالي من الأوزار والآثام لا يطيق حملها بعير الله عم إذا كان الأمر كذلك وهو حقا كذلك كلنا ذو ذنوب قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون من كان منكم يريد أن يزعم أنه ليس مخطئا فليثبت لي سندا يدل على أنه معصوم هل فينا أحد معصوم هل فينا أحد معصوم الأصمة للأنبياء كلنا أصحاب أخطاء قبل أن ينتهي رمضان بكرة العصر تصل العصر وتتوضى وتععد في أوضى مع نفسك أنت عارف وربك أعلم تقول يا رب لقد كان مني ما علم وها أنا ذا يودعني رمضان رمضان سيعود لكن أنا لست أدري أيعود وأنا على ظهر الأرض أم يعود يعود وأنا في باطنها اللهم إن كنت قد أذنبت ذنبا أو أكثر في رمضان فليس سواك أدعوه أدعو من إذا لم أدعك أنت يا رحمن يا رحيم فيما بيني وبينك أنت أعلم بذنبي مني فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأعاهدك على أن لا أعود إحنا ما فيش في دننا وصايت اللي بيني وبين ربنا مش أقرب من اللي بينك وبين ربنا أي واحد فيك ويمكن يكون أقرب إلى الله مني أنا دي مسائل يعلمها الله سبحانه وتعالى دي رقم واحد رقم اتنين ربنا سبحانه وتعالى عارف ضعفنا فعمل لنا وسائل لغفران الخلل اللي بيحصل منا في رمضان واحد كذب مرة أو أكتر واحد اغتاب مرة أو أكتر واحد نقل كلام بين الناس وبعضهم واحد قال كلمة زور واحد قال كلمة عين واحد وقعت منه نظرة مش كويسة واحد قعد مع التاني يتكلمه في أعراب الناس كلنا بنغلط ربنا لعلمه بنا أكثر من علمنا بأنفسنا شرع لنا أبوابا مفتوحة إليه اللي يخطئ منا الأبواب دي في حد بيشد قوله تعالى خش من هنا في حاجة اسمها صدقة الفطر صدقة الفطر المشايخ حددوا زكاة الفطر ومعرفش بكام السنة دي نعم بثلتاشر جنيه طب معلش من أراد أن يأخذها بهذا الرأي فليأخذ أما أنا فلا أفتي إلا بأن أقل شيء فيها ثلاثون جنيه تلتاشر جنيه دي اسمحوا لنا يعني الفقر دول مش فقر لأن ربنا ما عندوش يأكلهم ومش فقر لأن الناس اللي عندهم أحسن عند ربنا منهم ده هم مخلوقين اختبار لنا إحنا كل من يملك قوت يوم العيد وليلة يوم العيد ومعاه قرشين زيابة عن كده عليه زكاة الفطر زكاة الفطر طعام يوم وليلة من أوسط ما نأكل فهل الواحد لو جهة قسم المبلغ اللي بيصرفه طيلة الشهر على التلاتين يوم حيطلع نصيب اليوم قسم نصيب اليوم على أفراد الأسرة حيطلع نصيب الفرد في اليوم نصيب الفرد في اليوم أكلتين كويسين فهل أنت نصيب الفرد في اليوم عندك يعني أنت الفرد في اليوم بيأكل عندك بتلتمائة وتسعين جنيه أي تراتاشر جنيه تلاتين جنيه خليها تلاتاشر ده اسم الحد الأدنى لزكاة الفطر يعني اللي يقلل عن كده ما يبقاش دفع زكاة الفطر الحد الأدنى فمن زاد زاد الله له إذا أنت اتأخرت عن صلاة الإيد يوم الإيد ما أخرجتهاش مش هتيبقى زكاة فطر هتيبقى صدقة عادية إنما زكاة الفطر صدقة محسنة يعني صدقة أجرها مضاعف زي رمضان ما الأجر فيه مضاعف أرجو إنكم الشمس متغربش بكرة إلا وإنتم طلعين صدقة الفطر سيدنا الإمام أبو حنيفة يرى أن صدقة الفطر ليست سنة كل المذاهب على أنها سنة حتى ابن حمد إنما أبو حنيفة لا بقول صدقة الفطر واجبة الواجب ده مرتبى بين الفرض والسنة يعني أقلم الفرض وأعلم السنة ودليله قول الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال الزكاة زكاة الفطر والصلاة صلاة العيد وقدم تزكى على فصلى لأن صدقة الفطر لازم تخرج قبل صلاة العيد طيب على من تجب تجب على مين لو فيه مرات ابنك وضع الطفل قبل صلاة العيد ونزل بنت أول شهق شهق وبكى ثانية ومات عليه الصدقة الفطر يعني كل حد عندك بيتنفس كده بياخد نفسه لحد صلاة العيد لو خد نفس واحد وقالوا الصلاة جامعة عليه الصدقة الفطر سمعت للأسف في الإذاعة أخاً يقول تجب حتى على الجنين في بطن أمه وهذا كلام لا أساس له في العلم ليس على الحامل صدقة فطر إلا عليها شخصياً إذا العيد صلي في البلد وولدت بعد ما قاله الله أكبر اللي تولد دم عليه إنما لو تولد قبل الله أكبر بثانية عليه هذا كلام العلماء إنما كلام التاني ده كلام ما ظل الله بي من سلطان لعل الذي قال بذلك تعجل فيما قال أنا سمعت كلام دمبارح وده كلام لا أساس له من الصحة طيب ثم ماذا اعتادوا الناس إنهم يزوروا المقابر يوم العيد أنا وأنا صغير كنت بطلع من المسجد مع أبويا الله يرحمه من المسجد على المقابر وكان سيدنا الشيخ حافظ رحمة الله عليه كريكوليت شريعة في الأزهر زمان كان أكبر من جدي بيجي عشر سنين وعاش 98 سامة الرجل ده رضي الله تعالى عنه وأرضاه يطلع من البيت على المقابر الذي عليه الفتوى إن اليوم يوم عيد والعيد يوم بهجة وسعادة وسرور والزيارة القبور توجل القلب وتخيف وتعظ النفس ولا تجتمع الثمرتان في وقت واحد فالذهاب إلى المقابر يوم العيد لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس متسقاً مع حكمة الإسلام ثلاثة يسن في ليلة العيد يسن من السنة كان النبي يمر فيها على نسائه يسن في ليلة العيد أن يتحقق اللقاء الزوجي بين الرجل وامرأته حتى يعف الرجل نفسه فسيعيد على المسلمين وسيعديد على امرأته ذوها تبقى هي محصنة وهو محصن يسن ليلة العيد مش معنى ذلك أن ما عملش كده ما يبقاش أصاب السنة لا يعني لا يكلف الله نفسه إلا ما أتها يمكن أنعم الله عليك برفث قبلها بيوم أو يومين وأنت كليل الجسم شاحب هزيل لا نكلفك ما لا تطيق وإحنا بنقول لكم السنة بس وأنت يعني خليكم إفهموا بعد ماشي أنتوا ما صدقتوا اللي انفلتوا من رمضان طيب أشي أربعة أو خمسة أو الرقم اللي بعده أكيد أنت عندك أخت أنت زعلان منها أو أنت مزعلها وعندك أخ عندك ابن عم عندك ابن عم عندك ابن خال عندك ابن خالة عندك نسيبك عندك صهرك عندك جزبنتك عندك مش عارف إيه عندك مراتبنك زهق منها شوية قبل يوم اللي عيد معاكم بكرة طويل صفوا الأجواء دي وخيرهما الذي يبدأ بالسلام الشيطان حيجي لك ونحي تودنك اليمين ده هو اللي غلطان فيك تف عليه أبسق عليه واستعد بالله من الشمال يا راجل أنت حتقلك ربتك ده حيث تتعيل ما تروحلوش تبقى عيالة زي إيدي جلبها وطروح لها أبسق عليه وروح وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لازم لازم بكرة ما تغربش شمسه إلا وإنتم صفيين أموركو أنت سمعين صفوا أموركو تماما شاء الله يكون أنت لك الحق يا أخي حق ربنا حيديك حقك قل حسبي الله ونعم الوكيل وعلى فكرة مش اللي بيقولوا كده هم الضعفة ده الأقوية اللي بيقولوا كده الناس الأقوياء هم الذين يركنون إلى الله وهم الذين يرجون أجورهم من الله وهم الذين إذا تسامحوا تسامحوا لله والله عز وجل لا يظلم هؤلاء أبدا واغتين بالكم نمر أربعة ليلة العيد ناخدين على أننا رمضان يعدي تلاقي سطر ربع هنا أو سطر اللي ربع في الجامل مين اللي قال كده ده في حديث بيقول من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب أحيا الله قلبه بالأمل فيه يوم تموت القلوب يأساً وقنوطاً من الرحمة لأنهم أهل عذاب القلوب اللي حتموت قلوب القساه قلوب الكفار قلوب المنافقين قلوب الفسقة قلوب الذين لا وزن لحسناتهم عند الله فأحيوا ليلة العيد والعلمكم التراويح والقيام مش مشروع لرمضان بس ده هي القصة أنه لما سيدنا عمر لأى الناس همله والمسجد بقى حيقفل بعد العيشة في رمضان قال لهم لا أنا مضمنش أنكم تسلوا التراويح في بيوتكم النبي لما لأكوا كترتوا حتفتكروا أنها فريضة صلها في بيته عشان ما تبقاش فريضة وما تعتبروهاش فريضة رحمة بكم أنتوا تهملوا الجامع كده ويبقى فاضي لا هعين قارئ في المسجد يقرى بالناس ويصلوا القيام في الجامع أنا فكرة قيام رمضان في الجامع إنما القيام كل يوم تقول السيدة عائشة صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أو غيره على إحدى عشرة ركعة إذا كان بيصلي في غير رمضان العيشة قده حداشر حداشر صلى الفرد وتمانية قيام وثلاثة 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 عدل حداشر تؤمنتوا تروحوا بعد رمضان ما ينتهي الجامع تخرب ليه كده؟ مين اللي قال كده؟ القيام ده سنة طيلة العام والتهجد سنة طيلة العام لمن استطاع بحيث لا يعطلك عن عملك الدنيوي الذي تكتسب منه وتقوت أهلك وذويك من حلال فما تهجروش المساجد الرقم اللي بعده اعتدتوا على إنه كل واحد فيه كله مصحفه في رمضان ولا ما أردوش بعد ما ينتهي رمضان اوعوا تهجروا القرآن اجعلوا البداية دي كانت من رمضان وخلي كل يوم لك ورد زي اللي كنت بتقرأه في رمضان وبعدين تتعاون مع أسرة المسجد في إعداد المسجد لصلاة العيد إن شاء الله نرجو أن يحيان الله وإياكم ويوفقنا معكم ونأتيكم لصلاة العيد إن شاء الله نعم ايه وقتيه اه انا كنت قلت لكم السنة الفاتف بعد العصر بكرة الخميس بعد صلاة العصر وقبل المغرب ضروري تقرأ سورة ياسين كل واحد يقرأه في بيته انت بنفسك ما تجيبش قارئ اقرأ بنفسك سورة ياسين الشيطان ما يدخلش بيتك للسنة اللي جاء إن شاء الله وإن ظهر إن يوم الجمعة راخر من رمضان تعدها تاني بعد العصر يوم الجمعة اتنسوا بكرة بعد العصر أنا كنت نسيت الرجل الصالح ده اللي فكرني كل عام نوأنتم بكير نعم يا حبيب نعم أنا مش سامع وقعد شوية وقعد شوية إحنا في قفص وقعد يا حبيبي وقعد يا مولانا وقعد يا ستنة وقعد يا مولانا تدي الزكاة لفرض واحد تدي الزكاة لفرض واحد العلماء فيه دي مختلفين فيه اللي بيقول توزعها وذول غير أبو حنيف أبو حنيف يقول لك تديها الفرض واحد عشان تبتغنيه يعني تديله كتير يعني فإن وزعت أنت على مذاهب وإن وزعتش أنت على مذهب أبي حنيف شكرا